راح ننتقل آنياك للمفهوم الثالث المفهوم الأخير بالجملة اللي هو كومبليمنت شنو كومبليمنت ولو تلاحظ هنا عزيز الطالب هو التكملة التكملة تقسم باللغة الإنجليزية إلى ثلاث أقسام طبعاً آني هسأحتي أقسام رئيسية أقسام أساسية طبعاً ممكن تقول الزه الأورتكلز يعني الأورتكلز شنو أدوات التعريف والتنكيري اللي هو الآ والأن ممكن تقول أسماء الإشارة الذس والذات ممكن تقول الماني الأفيو ذني كلهن على عين وعلى راسي لكن أنا أحتي لك الأشياء الرئيسية والأساسية اللي أنت تحتاجها عزيز الطالب وهذا النيتش أيضاً أنت تتعرف عليهم من خلال دراستك خوما معقول أنا أجيب كل اللغة الإنجليزية أشرحها في درس واحد لأخذ الأشياء الأساسية والرئيسية كومبليمنت التكملة التكملة عزيز الطالب تتكون من ثلاث أفكار أول شيء adjective اللي هو الصفة بعدها object اللي هو المفعول به وآخر شيء اللي هو الـ adverb الـ adverb اللي هو الظرف وسأجيك على كل وحدة وعلى كل أقسام واحدة من عدين رح نجأ عنيك إلمة للـ adjective الصفات أول شيء عرف لك الصفة يعني شنو الصفة الصفة هي الكلمات التي تصف الأشخاص أو الأشياء أستاذ الأشخاص شنو مثلاً زايد صديقي زايد طويل فأقول زايد طويل هاي الطويل صفة منه صفة زايد إذن تصف الأشخاص بعد الأشياء شنو مثلاً الصف اللي قدتها تدرس به الصف كبير فأقول بيج كلاس صف كبير شوف إذن الصفات تصف الأشخاص أو ش تصف لي تصف لي الأشياء طبعاً الصفة تصف الاسم شوف وصفة زايد وصفة الصف إذن الصفة تصف الاسم بالعرب نقول الصفة تصف الموصوف بالثالث المتوسط وكذلك الصف الخامس العدادي وكذلك الصف السادس الابتدائي ترتيب الصفات يلعب دور مهم جداً جداً طبعاً عزيز الطالب بالنسبة آمي رتبتهم حسب الترتيب اللي يعرفه قواعدياً أول شي لازم نبدأ بالرأي والرأي مثلاً نويس بيوتفول مثلاً ستوبت لا سامح الله مثلاً كلافر ذكي وإلى آخر لو تلاحظ عزيز الطالب نويس اللي معناها لطيف هذا رأي بعد نجي المنفكرة الثانية اللي هو الحجم large little لو تلاحظ هذا big هذا حجم بعد نجي آنياك المن نجي للعمر اللي هو يونغ مثلاً شاب أو كبير نيو جديد لو تلاحظ هذا العمر بعد عزيز الطالب هنا نجي للشيب شيب شنو الشكل مثلاً سيركل مثلاً سكوير مثلاً إذا شعر شكله كيرلي أو شعر شكله straight اللي يكون سرح أو مجاعد هذا الشكل بعد عزيز الطالب نجي كالرس الألوان red block yellow وإلى آخر أيضاً هذه صفات تصف الإسم بعد Chinese هذا 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 أصل لو تلاحظ Chinese بعد لو تلاحظ هنا أنا عندي كطن اللي هو القطن اللي يعتبر material شينو material اللي هي المادة يعني المادة المصنوعة من هذا الشيء الموصوب مثلاً خنقول ده أصف table وهاي table مصنوعة من wood أو wooden خشبية لو تلاحظ عزيز الطالب هذه المادة المصنوعة من هذا اسم material اسم المادة نوعها هي wood الخشب نقول لها خشبية يعني نقول wooden وتلاحظ إذن ترتيب الصفات بهذه الطريقة عزيز الطالب وبالأخير يكون الاسم الموصوف عزيزي الطالب خاف يطيك أكثر من صفة لازم يترتبن يعني إذا هذين الصفات كون ينغير أول بداية nice not large بعدها young بعدها circle بعدها bread بعدها Chinese كوتن وبالأخير الاسم الموصوف زين ستاب خنقول هذا قدمنا لهذا وهذا خرنا راح يكون عندها خطأ قواعدي لذلك خطية جماعة الصف الثالث المتوسط متورطين ورطة كبيرة في هذا الموضوع للأسف من إضافة إلى السادس ابتدائي بسيط يعني ما أخذين لهم كم مادة بالإضافة يعني كم صفة بالإضافة إلى المادة والخامسة الإعدادي كذلك عدهم ترتيب عزيزي الطالب بس عدهم ما عدهم أبينيون عدهم جنرال أجكتف اللي هي الصفة العامة يعني مثل نايز تقريبا لو تلاحظ هذا بالنسبة للصفات الثالث إحنا ترى وبس عرفنا الصفة شنو طبين بيها وفصلنا راح ننتقل الإلم ننتقل المفعول به المفعول به تعريف المفعول به هو الشيء ودائما أغلب الأحيان النسبة 80% يكون شيء أوكي والبقية لا مثلا أشخاص ممكن المفعول به هو الشيء أو الشخص الذي يقع عليه تأثير الفعل هو الشيء أو الشخص الذي يستلم الفعل شلون المثال الأول اللي ضربت لك يا ما للفعل أنا افتحت الباب لو تلاحظ أنا هذا الفعل الفعل اللي سويته هو الفتح شفت تحت الباب الباب هو مفعول به الذي وقع عليه الفعل اللي هو الفتح إذن الباب هو المفعول به نوع نجي بالتفكير آخر أن المفعول به هذا الشيء جدا مهم وتنتبه له يقسم أيضا إلى قسمين ممكن يكون نوانز وممكن شي يكون بروناونز بروناونز ضمار ونوانز ينو أسماء نجي أسماء مثلا فوتبول كرة قدم مثلا دور مثلا بوك ممكن يكون لو تلاحظ بعد مثلا كور سيارة مثلا الفاذر الأب أنا شفت أبوك لو تلاحظ صديقك لو تلاحظ عزيز الطالب هنا المفعول به ممكن يكون اسم بالإضافة إلى الشي المهم جدا جدا ممكن يكون ضمير نجيبه نشتق من ضمير الفاعل مثلا شلون مثلا الآي ضمير فاعل من نشتق من عنده ضمير مفعول به شي يطيني يطيني مي وي يشتطيني يطيني أز وي يبقى على حال ي وي يصير دم وي ضمير الفاعل يصير هم وي صير هر والإت تبقى على حالها إت طبعا عزيز الطالب مهمات جدا جدا ممكن يجيب لك ياها بالسبالين يقول لك يلا الآي صارت مي الوي لازم ش يصير إت لازم تكتب لأ وهذا الشي مهم جدا جدا هذا بالنسبة إلى شرح وتفصيل المفعول به راح ننتقل الآن المن للآد الآد دائما أسأل طلابي أن الظروف أو الظرف يقسم إلى ثلاث أقسام أول قسم يجن على بالهم هو ظرف مكان وظرف زمان وجوابهم صح صح فعلا لكن دائما ينسون ظرف الحال طبعا وأنا أقل لهم به وإن شاء الله هما يحبون طبعا راح نبدأ هذا أيضا موضوع مهم جدا جدا موجود ظرف الحال في الصف الأول متوسط وموجود في الصف الثالث متوسط وموجود في بقية الصفوف لكن لناب هذين الصفوف اللي عددتهم إلاقي أهمية كبيرة يعني يركزون عليه حتى بالسالة سعداد يركزون عليه بموضوع الفل والفلي لو تلاحظ عزيز الطالب إذن مهم هذا ظرف ظرف الحال أول واحد إش اسمه اسمه مانا أد فب أض مانا ظرف الحال زين اسمه هذا ظرف الحال إش بي أغلب الصفات من نريد نحول إلى ظرف حال ش نضيف لها ال مثلا جميل صارت بشكل جميل باد سي باد بشكل سي لو تلاحظ ومع ذلك أكو صفات شاد ما تقبل ال مثلا القد معنوها جيد من أردح ونحول إلى صفة ما يصير أقول لعيني لا لازم ش يصير لازم يصير ويل إذن الظروف ظرف الحال يأما صفات من تهي بأل وي يعني صفة زايد وي يطين ظرف إذن ظرف الحال باختصار شديد يتكون يعني نسبة عالية من صفة زايد وي يطين شي يطين مثلا على سبيل المثال من أرد أقول بغضب أقول Angerly لو تلاحظ اضفت لي أو يكون مفردة واحدة ممكن يكون باي كور بواسطة شون يجي طبعا ظرف الحال خلى قلق لك شاء الله بعد أطيق معلومة يا بطل وبعد أطيق فالشي تستفاد من عند نيجي للأساس والرئيسي الظروف الظروف سوى كان الظرف حال أو ظرف مكان أو ظرف زمان هذن الظروف ثلاثة شي يصف يصف الفعل لكن الصفة تصف الاسم وهذا فرق مهم انتبه وركز الصفة اش تصف تصف الاسم لو تلاحظ اش تصف تصف الاسم أما الظرف لا يصف الفعل بالنسبة للحال حال وقوع الفعل كيفية شلون صار الفعل يعني مثلا شلون اجيت للمدرسة باي كار شلون عاملك المدرس بطريقة ودودة شلون جاوبت بالامتحان جوابك بشكل جيد لو تلاحظ اما بالنسبة للمدرسة مثلا المكان اللي اسئلك علي وين امتحنت بالمدرسة لو تلاحظ الشوكة امتحنت يستردي البارحة لو تلاحظ هذن الظروف يصفن الفعل سواء كان حال الفعل او سواء كان مكان وقوع الفعل او زمان وقوع الفعل طبعا عزيز الطالب المانا شرحت لك بالتفصيل المكان مثلا هوسبيتال مثلا بورك مثلا اي مكان يعني هنا 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 هناك او لو تلاحظ عزيز الطالب طبعا او او هنالك لو تلاحظ عزيز الطالب بعد هذا اسم المكان وممكن يكون على سبيل المثال ان ذي كونا بالزاوية اون ذي الديسك على الرحلة فهذا مكان نجي المال التايم التايم اللي هو الوقت اللي يبديلي من الساكند يبديلي من المينت يعني الثانية والدقيقة والداي اليوم بالاضافة الى ويك اسبوع منط شهر سنة والى اخره ويستردي وتمورو ونو شاكو شي متسأل واحد يجيلا شوكت شوكت اذا قل لك باتشر هذا باتشر ضرف شاعتبر ضرف زمان بعد خمس دقائق ضرف زمان لو تلاحظ شوف هسا انا ابسط لك ضرف الحال نسأل عنه باداة السؤال هو اللي معناها كيفية اما المكان نسأل عنه باداة السؤال وين فهذه الظروف عزيزي الطالب بعد عزيزي الطالب بقى عندي انياك نسو جملة ونفسخها ونشوف اشبيها ما بيها من الكلام اللي او اقسام الكلام اللي احنا شرحناها لو تلاحظ عندك هنا الذين الذين معناها هم ضمير فاعل الول سوف فعل مساعد القو فعل رئيسي لو تلاحظ الوذ هذا حرف جر معناها معا اوكي بعد الهم هذا ضمير مفعول به بايكر هذا ظرف حال اشلون يجا واشلون راحة لو تلاحظ بايكر هذا ظرف حال تو هذا حرف جر المتنزه هذا اسم المكان ظرف مكان بعد يعني غدا يعني باتشر ولو تلاحظ عزيزي الطالب هذه هنا ظرف زمان مثل عندك يستردي لاندل علي من على زمان هذا عزيزي الطالب هم سوف يذهبون معه بواسطة السيارة الى المتنزه غدا هذا هذا تركيب جملة هذا مهم جدا جدا وطبعا اعسف انا اذا اخذت وقت كثير بالشرح عزيز الطالب هذا اهم الاشياء اللي ات تحتاج ولازم تعرف في بدايتك عام دراسي جديد واسأل الله ان يوفقني وياكم لما يحب ويرضى قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته